انا عارف ان انا من الناس اللي بيجوعوك جدا توتا يا جماعة علاقته بالأك انت عارف اقولك ايه حاولت بحاجة بس انت عارف اليهة الحب عند الاغريط حاجة كده الموضوع سامي جدا ومؤثر جدا وفلسافي وفلسافي وكل حاجة ومباخي ولو حاولت تستهتر بدأ وتعلل منه هتشوف نظرة مش هتعجبك من توتا مش لذيذة صح انا قاس كل مرة ان توتا بيلعب بلاي ستيشن وكسبان اربعة صفر توتا عنده عادة جميلة قوي تحب ايه كل ما يشوف حد يقوله كلت النهاردة او تغديت انبارح نعم ان يسأل على ايه اخر وقت انت كلتها فاختصارا هو بيعمل كده عشان ياخد فكرة اكلة حلوة تكون بقى له كتير مكلهاش تكون وحشات يقول لأمه ربنا يحفظها له وهي اكلها حلوة جدا تعملها له او مراته او مراته دلوقتي او مراته دلوقتي ربنا يحفظها له فسألني السؤال المعتاد وهو بيلعب كسبان اربعة بقى اوبرا فبدأت احكي له وانا الحمدلله انا امي بقى ربنا بعيك لي ام جنان في اللقاء فحكيت له فعلا ايه اللي انا كالتو كان بالصدفة اكلها حلوة لحنا بسوس مش عارف ايه شوية رز ايه الصلطة عاملة ازاي حكاية يعني فانا ايه قاعد اوصف وانا انا احب تلزس في الوصف لان انا اعرف ان توتا بيحب لك والله قبل بكمل باقي المينيو قبل ما اصل للسلطة توتا بقى الماتش اربعة اربعة دخل فيه اربعة تجوان في ثانية المقرد ان انا بقوله ان اللحمة محطوط عليها صوص معين كلمة صوص معين عملت حاجة في جهازه العصبي والمناعي انا ممكن اضيف تعديل تكمل انت انا عايز انا عايز اضيف تعديل هو الموضوع زي ما قاله عمر بالزبط واربعة صفر وقال كل حاجة بل بالعكس ده قال لي اللحمة بصوصة المشرون بني حلوة قوي ومش عارف الرزة عامل ازاي وكان فيه كمان شوية مكارونا مش عارف طمت عملتهم ازاي وقال لي ايه وعملت صلطة بالاناناس فانا ايه بالاناناس دي فكرت شوية وايه كنت هاجم بالعين فقلت له صلطة بالاناناس فرح قال لي اه قلت له تمام ده ايه يعني قال لي بس بقى اللي محليها اكتر ان عليها صوص معين كده كلمة صوص معين دي دخل فيها ثلاثة جوان ايه اللي هو ايه عمر اللي هو ايه صوص معين يعني فيه طعم ايه فيه طعم خلى مثلا فيه طعم مش عارف ايه اللي هو ايه والنبي كنت هبوس رجله ففي الاخر قال لي والله معرفة بس صوص معين كلمة بقى من ساعتها من من الحاجات بقى اللي بقى التعصبني وحد بيوصف اكلة طبعا كله عارف الحكاية دي فبقى يقولولي ايه مكارونا بصوص معين فقال لهم بقى بقى لصوص معين بلا زيبت بقى انت عارف انا مرة انا بصور مشهد و المفروض ان انا باكل فيه و المفروض ان انا اسنان مشهد مشجعين واستاذ قاعد على الصفرة و بيحطوا بتوع الاكساسوار للأكل انت عارف ايه و انا كمان في المشهد مشجعين انا اصلا بقى حامل هام المشاهد اللي انت بتاكل فيها دي ما عرفش بقى اكل و اتكلم و امثل شغلانة والاكل اصلا بيبقى طعم و وحش فبيبان علي انا محب الاكل ما حمش الاكل الوحش فالحمدلله المشهد انا ما اكلش يعني حط الاكل يا استاذ اول حاجة تحطت في وشي اصلا اوكي بتاع كده زي السلطة اللي عارف الجنباري بحاجات الخلا دي التوت بيكس محطوطة فيه بجد بقى ثلاث انواع صوصات معينين متوزعين على الوحش والجنباري حوالين البتاع وبدأوا يرصوا بقية الاكل حوالين والتركيبة بتاع الاكل اللي عاملين عشان هم مفهود قاعدين في بيت حد بتاع الاكل حلوة او يا دوتا وانا بقيت نفسي ابقى في المشهد ده باكل السمك نازل حتة عاملة زي عارف المربع بتاع الجبنة قبل ما تقطعوا الحلاوة عامل كده حتة سمك بيضة مربعة كده صوص فوقها نفسي لونها طبعا وتحط بس السكينة تلاقي السمك راح دايب منك عامل حاجة وشار ده كان في مصر ولا بس لبنان لا في مصر خلاص ده السمك الرز النوع بتاع الرزايا نفسه غريب انا اصلا اعدت شوية بعدها افهم الناس دي جابوا الاكل منين انا اقولك بعدين الرز رزاية كبيرة حواليها البسلة بالحاجات المحطوطة وقطع صغيرة قوي 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 مقطوع مش عارف ده كبوريا ولا كلماري ولا بالضبط على يا أستاذ رحوا داخلين بقى حطين بتاعها كده حتة ستاكوزة مفتوحة جاية محطوطة على بتاعها زي السخنة الزبدة بتغلي عليها وبتشر ونزلة والبتاع عليها السخنة الصاج الاس وزاكرة طبعا انا اريقي جري انا بلعت ومحطوط جنبها بقى حتة طفح بأناناس بمش عارف ايه اه اه انا اسف ان كل القصة اللي انا حكيتها دي كتكذب انا بس كنت عايزة يوريك وانا بحكي لتوتا عن لقمة الحال ورياكشناتو وبيروح مع ايه وكلمة ايه واجبه مع ايه انا اعتذر ان اقلفت القصة دي بس اريكم شفتو نوع حقيقي شفتو ووقفل فقرة الاكل هذا اللعب موسيقى